اشتركوا في القناة احنا يعني من خلال خبرتنا السابقة نعرف ان مثل هالنوع من الروائح من وين ممكن نكون مصدرها مسحنا المناطق المحتملة وشفنا نهتة مركز في الموقع اللي احنا واكفين فيه اللي هو بالقرب من الخزانات المنتجات النفطية بدأنا برس جودة الهواء تم التواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة ورأسا كل الجهات تعاونت في اخذ الاجراءات الاحترازية لوقف المصدر الرائحة الشيء المطمئن انه هي في الانخفاض يعني حتى لو نشوفها تقعد ترتفع وتنخفض يوم عن يوم نشوفها في اتجاه الانخفاض فهذا مدلول طيب المادة الرغوية اللي تم رشها حاليا على خزان احد الخزانات اللي موجودة في المنطقة مخصصة لمنع التطاير وتبخر المواد اللي موجودة في الخزان يعني احنا في اول يوم اللي كنا نرصدها لمستويات جودة الهواء يعني كانت الارقام تدل على ان تحسنت بشكل كبير جدا بمجرد تطبيق الرغوة يعني نحب بعد نوضح ان من بدء الحادثة الى الان فريق المجلس الاعلى للبيئة متواجد تقريبا على مدار الساعة ان كان لتلقي الشكاوي وان كان ميدانيا في المواقع للرصد والقياس وتم ذلك بالتعاون مع الجهات المعنية اشتركوا في القناة